حركة بفص الثوم يجهلها الكثير من الرجال تجعل المرأة تحبك في الحال فما هي هذه الحركة وما هي كيفية استخدامها هذا ما سنعرضه عليكم في هذا الفيديو المقدم من قناة الوصفات الزوجية في هذا المقطع مفاجأة يجهلها الكثير من الرجال ولكن قبل أن نبدأ وفضلا وليس أمرا صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودعمنا بإعجاب لنا استمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد وإذا كنت قد تناولت الثوم ولو لمرة واحدة أوقف الفيديو للحظة ودعمنا بإعجاب واشتراك في القناة وقم بتفعيل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات مرحبا بكم من جديد على عكس ما هو شائع بأن رائحة الثوم تدفع الآخرين إلى النفور فقد أكدت دراسة حديثة أن النساء تنجذب للرجال الذين تمتزج رائحة عرقهم برائحة الثوم لكن ذلك يرتبط بشروط منها الكمية الواجب تناولها فالرجال يستعملون العطور ومستحضرات ما بعد الحلاقة ومزيلات العرق كسلاح فتاك ضد رائحة العرق الكريهة وتبين أن باحثين اكتشفوا أن الثوم يساعد الرجال على الحصول على رائحة عرق خفيفة وجذابة للنساء فكيف من الممكن أن يحدث ذلك؟ توصل باحثون في جامعة ستيرلينغ في اسكتلندا وجامعة شارز في تشيكا إلى أن تناول الرجال للثوم له تأثير خاص على رائحة العرق مما يزيد من انجذاب النساء إليهم الدراسة نشرتها مجلة فوكس هيلث الألمانية الباحثون اختبروا تأثير استهلاك الثوم على رائحة العرق عند الرجال وتوصلوا إلى أن النساء يفضلن رائحة عرق الرجال وتناولوا جرعة مناسبة من الثوم والمقصود بذلك ليس رائحة الملابس أو اليدين بعد تناول العشاء ففي إحدى المطاعم اليونانية أجريت دراسة على واحدا وأربعين رجلا تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات مجموعة تناولة الثوم الخام وأخرى تناولت أدوية تحتوي على نسبة كبيرة من الثوم والأخيرة لم تتناول أي قطعة من الثوم قام الرجال بوضع ضماضات تحت الإبط لحبس الرائحة لمدة 12 ساعة بعدها قامت 82 إمرأة بتقييم الروائح عبر الشم وقد تم اعتماد أربعة خصائص أثناء عملية تقييم العرق الإعجاب والجاذبية والرجولة والقوة والنتيجة أن رائحة العرق بعد تناول الثوم كانت جذابة بشكل واضح وتشير مجلة فوكس هيلث الألمانية إلى أن هذه الرائحة لا يمكن الحصول عليها إلا بعد تناول كمية مناسبة من الثوم ما يعادل 12 جرام أو أربع قطع من الثوم ويرى الباحثون أن الثوم إضافة إلى فوائده الصحية التي يتمتع بها فهو يزيد من جاذبية الرجال لدى النساء فالثوم غني بالأملاح المعدنية كما أنه يحتوي على مضاد حيوي ومضاد فيروسات ومضاد فطري بالتالي فإن رائحة رجل صحي يؤثر إيجابا على حاسة شم المرأة ما يعني أن فرضية التعرف على النساء ستكون بفضل الثوم كبيرة كما يرجح العلماء أن الثوم يمكن من تقليص رائحة العرق القوية وبذلك تتقلص الميكروبات التي تتسبب برائحة كريهة كيف تتناول الثوم؟ يمكن استخدام الثوم كالتبيل للسلطة طريقة الاستخدام اخلط زيت الزيتون والخل والأعشاب المجففة مع الثوم المفروم والعسل النقي للمساعدة في موازنة الحموضة والحصول على المزيد من العناصر الغذائية قم بمسج جميع المكونات في وعاء نظيف ثم اخلطها جيداً وتناولها قبل النوم بساعتين ثانياً تناول الثوم مع العسل وزيت الزيتون طريقة الاستخدام احضر عشرة فصوص من الثوم المقشر وضعهم في وعاء ثم اسكب عليهم فنجان من زيت الزيتون وثلاثة ملاعق من عسل النحل وحرك المزيج مع التأكد من تغطية الثوم بالكامل اغلق المرتبان وتركه في الثلاجة لمدة 24 ساعة وتناول منه يومياً ملعقتين قبل النوم بساعتين وعلى الريق في الصباح استخدامات وفوائد الثوم يعمل تناول الثوم على علاج تصلب الشرعيين التقليل من ارتفاع نسبة الكولوسترول في الدم علاج النوبات القلبية وعلاج امراض القلب التاجية والحد من ارتفاع ضغط الدم وكما يستخدم الثوم للوقاية من بعض انواع السرطان مثل سرطان الرئة سرطان لبروستاتا سرطان الثدي سرطان المعدة سرطان المستقيم سرطان القلون وبالرغم من فوائد الثوم الكثيرة الا ان غالبية الناس ينفرون من رائحته النفاذة ويبحثون عن سبل تخليص ايديهم منها عند تقطيعه في الطبخ علما ان هذا الغذاء قديم والذي يستخدم منذ مئات السنين في مئات العلاجات وفي تتبيل الاطعمة وهو احد اكثر الاطعمة استهلاكا في جميع ارجاء العالم واضافة الى فوائد الثوم الكثيرة يمكنك اضافة واحدة جديدة فوضع اربع خصوص من الثوم تحت الوسادة لها تأثير ايجابي على ايقاع نومنا في الليالي التي نصاب فيها بالقلق والطراب النوم على اي حال هذا الاعتقاد منتشر بشكل كبير في الكثير من دول العالم ويقول المعتقدون بذلك ان هذه الثمر الصحية تتغلب على كل القوى السلبية في المكان لتضمن بالتالي نوما هادئا اما اولئك الذين لا يعتقدون بجدوى هذه الوصفة فقد يقتنعون بالحجة القائلة بان رائحة الثوم لها تأثير ايجابي على النوم فالمركبات الكبريتية كالاليسين وهي مصدر الرائحة النفاذة للثوم وتمنح تأثيراته الايجابية على الصحة كما ان لها تأثيرا مضادا للجراثيم وتقوي جهاز المناعة اضافة الى الكثير من المزايا الاخرى ولرائحة الاليسين تأثير مهدئ يساعد على تحسين النوم واذا رغبت في تجربة ذلك يمكنك قطع ثلاثة فصوص من الثوم او فرمها قطعا صغيرة ووضعها في طبق صغير على طاولة قرب السرير وسترى انها تجلب نوما هانئا كما انها تقصر من فترة الاستغراق في النوم وقد يكون من الصعب التعود على رائحة الثوم اول الامر لكنك بعد عدة ايام ستتعود عليها وربما لا يعرف الكثيرون ان الثوم توج في المانيا عام 1989 بلقب النبات الطبي للعام وكما ان الثوم يضيف نكهة مميزة للعديد من الاطباق والمأكولات له فوائد عديدة على الصحة وينصح الاطباء باضافة الثوم الى نظامنا الغذائي لما له من فوائد عظيمة وخصوصا بالنسبة لجهاز المناعة ووفق دراسة نشرت نتائجها في مجلة علم المناعة فان الثوم يحفز الخلايا المناعية في الجسم ويزيد من قدرتها على مكافحة الالتهابات كما انه قد يساعد على منع الاصابة بنازلات البرد والانفلونزا وتقليل خطر الاصابة بانواع معينة من السرطان المركبات التي يتكون منها الثوم تعمل على حماية الخلايا من التلف وتعمل هذا الى جانب تقليل خطر الاصابة ببعض انواع السرطان صحة القلب وجدت دراسة نشرت نتائجها في مجلة الطب التجربي والعلاجي ان تناول فصين من الثوم يوميا لفترة شهرين سيخفض ضغط الدم ويقلل من تصلب الشريين لماذا يجب عليك تناول الثوم يعد تناول الثوم يوميا جيد لصحة القلب فهو يحارب امراض القلب المختلفة من خلال تقليل نسبة الكولوسترول في الدم ويعمل على تخفيض معدلات ضغط الدم ومقاومة الجذور الحرة والمركبات غير المستقرة التي تتكون اثناء عملية الهضم علاج تضخم لبروستاتا فقد اثبتت الكثير من الدراسات ان الرجال الذين يتناولون الثوم اقل عرضة بالاصابة بمرض تضخم لبروستاتا بالمقارنة مع الرجال الذين يتناولونه بكميات قليلة تقوية جهاز المناعة في الجسم علاج نزلات البرد والانفلونزا من خلال شرب مغليه مع اوراق الزعتر الطازجة تنظيم مستويات السكر في الدم من خلال تقليله لنسبة الجلوكوز والكلسترول في الدم لذا ينصح مريض السكر بتناوله باستمرار ويحسن من نمو الشعر وعلاج بعض المشاكل التي يتعرض لها من تساقط وتقصف انقاص الوزن فكثيرا ما يستعمل في بعض الخلطات والوصفات التي تساعد على حرق الدهون مشاهدين الكرام هذا كان كل ما لدينا اليوم شكرا لكم على المشاهدة والى اللقاء الوصفات الزوجية اشتركوا في القناة